السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق من بعده سالما معصوما اللهم لا تدعفينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا وتصلح نياتنا يا رب العالمين اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لعلينا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام ووفقنا لصيام ما تبقى من رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما تعالى ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع هذا البلاء عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع هذا البلاء عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع هذا البلاء عنا اللهم إننا نعوذ بك من الجنون والبغرص والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك ورحمة الرحمن اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين نواصل أيها الإخوة والأخوات في فقه الصيام واليوم مع موضوع جديد وهو الأيام المنهي عن صيامها ما هي الأيام التي نهانا ديننا عن صيامها أولا يوما العيدين يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى فعن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم الحديث رواه البخاري ومسلم اليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم يعني تأكلون فيه من لحم الأضاحي التي ذبحتموها قال النووي رحمه الله أجمع العلماء أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لهو عيد الأضحى وعيد الفطر أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ما معنى هذا الخلام؟ يعني لو فرضا إنسان نذر عمل نذر عهد الله أن يصوم يوم العيد أو أن يصوم يوما لكن هذا اليوم وقع يوم العيد فإنه لا يجوز أن يصوم هذا اليوم أو كان تطوعا مثل ما ذكرنا يعني بالسيام النافلة هكذا يريد أن يصوم يوما في سبيل الله فإنه لا يجوز له أن يصوم في يوم العيد وكذلك إذا كان صيام الكفارة يكفر عن شيء فعله فإنه لا يجوز أن يصوم صيام الكفارة في يوم العيد ليس أخيرا وصبح أسساة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زهürون اليوم إشاء الله عزو جل نشارك في أرس المستشفى عن أن يؤذي للأس المنزل أقل لأسهة أعلى بشكل خالح يوجد خلت يوم العيد يوم الث patent يوم العيد يوم العيد سجر اليوم العيد يوم العيد سنوات أبو عبيد مولا بن أزهر يقول يقول أيضا جديد أنزه الحجة حديث rapporté par البukhari et muslim l'imam a dit que les savants ont déclaré de façon unanime qu'il est interdit dans tous les cas de jeûner ces deux jours que l'on veut jeûner ces deux jours parce qu'on a fait un vœu un nevr ou de façon volontaire c'est un ça veut dire le jeûne surrogatoire ou comme expiation tout cela est interdit lorsqu'il s'agit de ces deux jours de fête إذن هذا يعني أولا من الأيام التي ينهى فيها عن الصيام ثانيا أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق هي اليوم 11 والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة يعني الثلاثة أيام التي تأدي بعد يوم عيد الأضحاب وسميت أيام التشريق قال العلماء لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها يعني تنشر في الشمس حتى تجف وتيبس وقيل وقيل لأن الهدي الأضحية لا ينحر حتى تشرق الشمس لذلك سميت ب أيام التشريق وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق هو التكبير دبر كل صلاة معروف بأن السنة أن الأيام تشرق هذه الناس والمصلون يكبرون بعد كل صلاة مفروضة فعن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمر بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفتارها وينهانا عن صيامها روح أبو داود وإمام مالك في مواطة قال الإمام مالك رحمه الله وهيا أيام التشريق وهيا أيام التشريق donc deuxièmement les trois jours de التشريق et les trois jours de التشريق ce sont les trois jours qui suivent le jour de عيد الادحا ça veut dire c'est le onzième et le douzième et le treizième car la prière de عيد الادحا se déroule au moment du شرور c'est-à-dire au moment du lever du soleil et d'autres disent qu'التشريق c'est le fait de dire الله أكبر après chaque prière obligatoire ça veut dans les jours qui suivent le jour de l'يد selon Abu Murrah Mawla Umhani il a dit je suis rentré avec Abdullah ibn Amr chez son père Amr ibn l'As qui nous a présenté à manger en disant mange et Abdullah ibn Amr a dit je jeûne et son père lui a dit mange car ce sont ces jours que le prophète nous a ordonné de manger et il nous a interdit de jeûner hadith rapporté par Abu Dawoud et Malik et ce sont ces jours l'imam Malik a expliqué que ce sont les jours de l'attachriq hadith آخر بين هذا l'amr c'est qu'on dit qu'on 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 sallallahu sallallahu sallam donc on a un deuxième donc hadith qui nous confirme cela c'est que le prophète sallallahu selon Nubaychata al-Hudali il a dit les jours de tachriq sont des jours de nourriture de boisson et de rappel d'Allah ce leur le prophète muslim et de rappel d'Aïsée ce quelle وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي يعني ليس هناك أحد له رخصة في أن يصوم أيام التشريق إلا الذي لم يجد الهدي من هو الذي لم يجد الهدي؟ هو الحاج المتمتع أو القارن المتمتع أو القارن يعني الحاج الذي أدخل العمرة في الحج فهذا عليه دم واجب عليه أن يهدي أضحية فإذا لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ فإنه يصوم بدل ذبح الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله الثلاثة أيام التي يصومها في الحج يجوز له أن يصومها في أيام التشريق ويجوز كذلك سيام ثلاثة هذه الأيام يعني قبل يوم عرفة قبل يوم عرفة فإنه يجوز إذن أن يصوم هذه الثلاثة أيام إما قبل يوم عرفة وإما بعد العيد في أيام التشريق قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ربا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام Donc par rapport à ces jours de التشريق ces trois jours التشريق il y a une exception qui est faite à cette interdiction celui qui n'a pas trouvé de bête à égorger pour celui qui a accompli الحج selon Aisha رضي الله عنها et selon Ibn Amar رضي الله عنه il n'a été autorisé de jeûner le jour de التشريق qu'à celui qui n'a pas trouvé de bête à égorger حديث rapporté par Al-Bukhari qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que celui qui a parce que le hajj le grand pèlerinage on peut l'accomplir de trois façons soit on l'accomplit avec cette façon qui s'appelle Al-Ifrad ça veut dire ne faire que le hajj que le pèlerinage tout seul le grand pèlerinage tout seul ou bien soit on va combiner une umra et un hajj un petit pèlerinage et un grand pèlerinage et ça peut être donc dans ce cas là soit tamatta' ça veut dire on va accomplir une umra puis on se désacralise puis on va rentrer dans le grand pèlerinage ou bien on fait ce qu'on appelle Al-Qiran ça veut dire faire une umra et rester en état de sacralisation pour ça veut dire rentrer directement dans le hajj pour ces deux derniers cas il est obligatoire de sacrifier une bête si on n'a pas trouvé une bête à sacrifier à ce moment là il est il est demandé à la place donc de jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept jours lorsqu'on rentre donc chez nous et ces trois jours qu'on doit jeûner pendant le pèlerinage donc il est autorisé de les jeûner pendant les jours de Tashriq donc il y a une exception donc les savants nous disent qu'il est autorisé de jeûner ces trois jours pendant les jours de Tashriq comme il est autorisé de jeûner ces jours donc avant le jour de Arafah car Allah a dit dans le sens du verset s'il n'a pas les moyens pour ce pèlerinage qui a accompli Al-Tabattu' ou bien Al-Qiran s'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le hajj et sept jours une fois rentré chez lui soit en tout dix jours voilà en ce qui concerne donc les jours de Al-Tashriq qu'il y ait d'all-y il y ait l'an لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمَنْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهِ الْحَدِيثِ رَوَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمَنْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهِ Donc, troisièmement, le vendredi seul. Il est interdit de jeûner le vendredi seul. J'ai entendu le prophète dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Le hadith rapporté par le Bukhari est muslim. وعن أبي هُرَيْرَة رَضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا تَخْتَسُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِ يعني لَا تُسَلُّوا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ يعني خَمِس في الليل لا تصلي لأن هذه ليلة الجمعة ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام تريد فقط أن تصوم يوم الجمعة إلا أن يكون يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم سنشرح هذا الحديث لماذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام؟ قال العلماء لأن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين عيد الأسبوع فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة في الإسلام عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صراة الجمعة والاشتغال بالدعاء وبالذكر فهو شبه بيوم عارفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء وبالذكر ومن المعلوم قال العلماء أنه عند تزاحم العبادات عندما تكثر العبادات فالتي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله هنا الصيام ممكن تؤخره لكن الذكر والدعاء وقرأت القرآن يوم الجمعة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا تتأتى إلا يوم الجمعة donc pour celui qui a l'habitude de jeûner le jeûne un jeûne habituel comme le fait par exemple de jeûner un jour sur deux comme on l'avait expliqué hier alors les savants disent qu'il lui est permis qu'il lui est permis de jeûner le vendredi même seul ça veut dire il a fait un jeûne mercredi il repose le jeudi et mercredi et donc vendredi il va jeûner donc pour cette personne qui a l'habitude de jeûner un jour sur deux si ça tombe un vendredi donc c'est autorisé comme l'avait expliqué le prophète qui dit ne spécifiez pas le jour du vendredi comme étant un jour de jeûne par rapport aux autres jours de la semaine et ne spécifiez pas la nuit du vendredi comme étant une nuit de prière par rapport aux autres nuits de la semaine sauf si c'est un jeûne que vous avez l'habitude de faire hadith authentique rapporté par Muslim et bien sûr si on rajoute un jour avant ou un jour après ça veut dire si on jeûne le jeudi et le vendredi c'est autorisé si on jeûne le vendredi et le samedi c'est autorisé mais ne pas spécifier donc le jour du vendredi par un jeûne ni sa nuit par une prière قال النووي وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم وهذا متفق على كراهيته ولكن إن قام ليلة الجمعة لا على وجه التخصيص لكونها يوم الجمعة بل لكونها يوم فراغه من العمل فهذا لبأس به إنسان لا يستطيع أن يصلي قيام الليل إلا ليلة الجمعة لأن هذا اليوم الذي مرتاح فيه لا يشتغل فيه فهذا قال لا بأس به كما من صام يوم الجمعة لكونه يوم فراغه من العمل فهذا لا بأس به إذا العلماء يقولون إذا الإنسان يشتغل طول الأسبوع وليس له إلا اليوم الجمعة الذي لا يشتغل فيه وفي هذا اليوم يريد أن يصوم ليس لأنه يوم الجمعة لكن لأنه يوم فراغه من العمل من الشغل فهذا يجوز له أن يصوم قال العلماء قال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان عند أيام يقضيها من رمضان لم يصومها في رمضان وعليه أن يقضيها ولا يتسن له فراغ إلا يوم الجمعة ما عنده يوم يقدر يصوم فيه إلا يوم الجمعة قال الشيخ ابن باز فلا حرج عليه أن يفرده وذلك لأنه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عشراء فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عشراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تختص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام فنص على التخصيص أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها يعني النهي جاء من النبي عليه السلام بخصوص يوم الجمعة تصوم لأنه يوم الجمعة فهذا منهي عنه تقوم ليلة الجمعة لأنها ليلة الجمعة فهذا منهي عنه وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يكره إفراد الجمعة يعني بالصيام والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده وقال لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا قال أتصومين غدا؟ أتصومين غدا؟ قالت لا قال فأفتري يعني لا يجوزو لك السيام فأفتري يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن سامها مع غيرها فلا يكره فلو سامة الخمس والجمعة فلا بأس أو الجمعة تواسبت فلا بأس سامها مع غيرها 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 فلا بأس سلام عليكم رابعا من الأيام التي ينهى عنها صيام اليوم السبت منفردا لوحده فعن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم مثل رمضان إلا ميجد أحدكم إلا لحاء عينبه أو عود شجارة فليمدوخ حتى يبين نبيه السلام بأنه ينهى فعلا عن سيام يوم السبت لواحده وهذا الحديث روحه أبو داود donc quatrièmement le fait de jeûner le samedi seul صلى الله بن بسر السلمي رضي الله عنه صلى الله عنه صلى الله عنه رضي 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 الله عنه خامسا من الأيام التي ينهى عنها النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسوله السلام قال إذا انتصف شعبان إذا بلغ النصف مر النصف من شعبان وبقي النصف إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث رواه أبو داود والترمذي وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسوله السلام قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين يعني لا تصوموا قبل رمضان يعني أيام الأخيرة من شعبان لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم الرجل عنده عادة يصوم يوم ويفتر يوم يصوم يوم الإثنين والخميس فهذا يستطيع أن يصوم قبل قبل دخول رمضان حديث رواه أبو داود والترمذي أبو هره أبو داود والترمذي ثم يطالح أبو هره أبو هره أدوه أبو هره أبو يوميه أهل داود والترمه أج PLNه أتقدم إذا كان غدن رمضان أم لا يعني نهاية شعبان هل سيكون غدا أول رمضان أم يكون الثلاثين من شعبان هذا يوم الشك لا يجوز أن يصومه الإنسان فعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الحديث روه الترمذي وأبو داود Donc il est aussi interdit de jeûner le jour du doute Selon عمار ابن ياسر رضي الله عنه Celui qui jeûne le jour du doute il a alors désobéi à أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبو القاسم c'est le surnom du prophète عليه الصلاة والسلام Et ce hadith est rapporté par ترمذي وأبو داود Donc celui qui jeûne le jour du doute il a alors désobéi au prophète صلى الله عليه وسلم Le jour du doute ne peut être que le trentième jour d'un mois En effet c'est la nuit du trentième est couverte Il y a du nuage et qu'on ne peut pas voir la lune Alors le trentième jour est un jour de doute C'est-à-dire la nuit précède toujours le jour Car on ne sait pas si c'est effectivement le trentième jour du mois de Chaban Ou si le premier jour du mois suivant ça veut dire le premier jour de Ramadan Donc lorsqu'il y a ce doute il n'est pas permis de jeûner Et de compléter donc le mois de Chaban à 30 jours Car le mois lunaire Donc les mois lunaires sont de 29 ou de 30 jours اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد Et c'est-à-dire la nuit Bonoi On je Beam Covid On se dépassent On se dépassent On se dépassent On se dépassent صياب الضهر هذا منهي عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل نعيد يا عبد الله بن عمر إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدِ النبي عليه السلام يَنْهَا عَنْ سِيَامَ الدَّهْرَ السِّيَامَ الَّذِي يَكُود تِيوالَ السَّنَةِ وَالْحَدِيثَ رَوَهُ الْبُخَارِي وَا مُسْلِمِ Donc ce qui est interdit de faire c'est le jeûne continuel toute l'année c'est-à-dire jeûner même si la personne mange les jours où le jeûne est interdit comme par exemple les deux jours des deux fêtes, les jours de Tashirik etc selon Abdullah ibn Amr le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ô Abdullah ibn Amr tu jeûnes toute l'année et tu pries toute la nuit en faisant cela tu portes atteinte à tes yeux et tu t'affaiblis point de jeûne pour celui qui jeûne continuellement donc regardez ici dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit ce jeûne qui est continuel qui est ça veut dire fait pendant toute l'année et ce hadith est rapporté par البukhari et muslim par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam فقال يا رسول الله sallallahu alayhi wa sallam كيف تصوم فغضب رسول الله sallallahu alayhi wa sallam la saw ma wa la aftar la saw ma wa la aftar la saw ma wa la aftar yubayin alayhi wa sallam yagni la yagni yagbalu hadha asiyam la saw ma wa la aftar wa hadha l'hadith rahu muslim wa Abu Dawood regardez ce deuxième hadith qui montre aussi l'interdiction يعني بشكل مرحباً سبب القتال بشكل مرحباً يلهي اطلاق الله هم يجعله يجعله وقام بشكل مرحباً في خلال من المساعدة سبب الحبيب وما سنجد المساعدة المساعدة محمد نحظة من المساعدة كريا لك ، كريا لك comentários وما لم يتحدث قناة آل إسم الله وَكَلَى مَنَيْهُ سُجِرَةً أتركوه المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة